أنا شايف حتى في ناس كتير قوي جيت بعض أسأل الناس يعني في الشارع وكده هو الراجل ليه ما لعبش الناس الأساسية وما بدأش بمحمد هاني وطيب ده كان نقطة بعض الناس انتقادوا عليها بالظبط لعب بقى بالأساسي ومش مشكلة هيتعبوا شوية كمان حتى لو بدنامش لعب بيهم وخلاص طيب أنا عندي الفترة الجاية هو الراجل باصص لبعيد أو مش باصص دايما تحت رجلية باصص لبعيد هو أنا عندي بعد كده كل ثلاث تيام ماتش أو كل أربع تيام ماتش هل اللعيبة اللي معايا دي هتستحمل هل لو أنا لعبت عبت ألعب بالفرقة الأساسية في كاس العالم للأندية ولعب بهم في بطوب أفريقيا اللعيبة اللي أنا بقالي فترة ما بقالعبهمش عيجوا يلعبوا مرة بيتسو مسماني كان بيعمل كده بيتسو مسماني كان بيشتغل على 13-14 لعيب وخلي بالك برضو مستر مانو جزيز كان نفس القصة جي فترة كان بيلاعب ناس كتيرة جي في آخر كم سنة كده كان 13-14 لغاية ما في فرقة وقعت بس وقتها برضو كان مفهوم شوية مكتش فيت الضغط بتاعة دلوقتي من دلوقتي حرفين بتاعة كل ثلاث تيام ماتش لا إحنا جينا فترة كريم إحنا كان منتخب وأهلي وبطولة أفريقيا كنا منشوفش كنا نروح لبيت كده يعني اللي هو نمس نص ساعة ونرجع